يعني الفقرة اللي جاية دي او دايما الكلمتين اللي جايين دول بتبقى معنا كل يوم جالبا يعني بخصوص التحكيم كلاتنبرج هيصل الى مصر خلال الايام القادمة الايام القليلة القادمة عشان يبدأ مهمته الرسمية كرئيسا للجنة التطوير الحكام رئيس لجنة تطوير الحكام ويبدو يبدو ان حتى الان من كابتن عصام عبد الفتاح مكمل رغم كل تصريحاته العنيفة ضد كلاتنبرج تصريحات دي مش انا اللي قلتها ولا جمهور الاهل اللي قالها ولكن لا كابتن عصام اللي طلع في برنامج واثنين وثلاثة وقال هذا الكلام قبل ما يتم التعاقد معاه وانه ما ينفعش سواء ان هو يعني ما ينفعش له ويشتغل مع ملازم لو تفتكروا هذا التصريح كابتن عصام كان موجود الحياة مع الستاذ جمال علام رئيس الاتحاد في المغرب خلال الايام الماضية عشان يحضروا نهائي كأس الامم الافريقية لسيدات ورجعوا بالسلامة الحمد لله انبالح ومعرفش كابتن عصام شاف اللي عمله كابتن ابراهيم نور الدين انبالح ولا لا في عدم احتساب راكلة الجزاء كان في الطيارة طيب كان في الطيارة مش شافوش فيعني يمكن لما يرجع يتكلم مع كابتن ابراهيم يقول له كابتن ابراهيم بالكتف في ظهر اللاعب اسمها دفع يؤدي لاحتساب راكل الجزاء ورها لنا ممكن نورها للكابتن عصام ورها لنا سامير لو معاك اهو دي اسمها ايه اهو اهو اه 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 انا اه انا انا جماعة حضراتكم زي ما انتم شايفين كده دي تحسبت علينا ودي تحسبت لينا او ما تحسبتش علينا اهي بس بتاعت حسام حسن ما تحسبتش وسبحان الله نفس الله محمود الجزار يعني هو اللي عمل الفاول على حسام حسن وهو اللي اتعامل مع الفاول مع صلاح محسن هل هي فاول انا بقول ان هي فاول حتى على صلاح محسن فعلا هي فول مظبوطة 100% ولكن كابتن إبراهيم كابتن إبراهيم ما حسبتش الكرة دي راكل الجزائلية يا كابتن إبراهيم أنا كسبت على فكرة ندي الأهلي كسب يعني 3-0 والموضوع انتهى ولا 2-0 والموضوع انتهى بس كابتن إبراهيم المساواة في الظلم عادل يعني لو ظلمت صلاح محسن بأن أنت حسبت عليه الفول دي فما حسبتهاش ليه على جزار ما أحسام حسب حرام عليكم يا بجد والله العظيم 3 الواحد على آخره من هذه الأمور صدقوني صدقوني كل اللي حضراتكم شايفينه ده عشان يبعدوا تركيز جمهور الندي الأهلي على اللي بيحصل من التحكيم مثلا 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 أنا بقول مثلا يعني أو عايزين يشتته الجواب الاستخابة والمش عارف ايه هو حد عارف حاجة في الجواب الاستخابة حد قال لي أو حد طلع قال أن بعد ما يتم لجنة التحقيق من الوزارة اللي كانت موجودة أدانة الإدارة التنفيذية في اتحاد كرة القدم حد أعلن وقال هو الجواب فين ولا حصل فيه ايه ولا حيحصل ايه خلال الفترة اللي جاية ولا حد تعقب أصلا ده ده الأستاذ جمال علام على رئيس الاتحاد على الهواء مباشرة في مداخلته مع الأستاذ أحمد موسى المداخلة الشعيرة قال كده قال لي يطلع التقرير وانا ها يطلع نتيجة التقرير وانا ها عاقد حضراتكم سيتو طبعا الموضوع ده جمهور أهلي منسيش لكن الناس بتودينا في مليون حت بتطلعنا برا التركيز لكن ده مش هيحصل احنا دايما فاكرين ودايما بنقول هل في حاجة حصلت في الموضوع ده جماعة حد يقول لي بس هل حد تم عقابه أنا معرفش مين معرفش اللجنة أدانة مين لكن هل حد تم عقابه في هذا الأمر محدش تم عقابه محدش تكلم ولا حد طلع قال لنا أي حاجة أنا الحقيقة بستغرب جدا من اللي بيحصل ومش عارف هو ليه الناس دايما كده ما تحسب لي يا أخي راكل الجزاء ليه يا راكل الجزاء احسب والله العظيم تلاتة من داخل قناة الأهل ياهو بقولك لو علينا راكل الجزاء احسبها أنا متأكد أنتم بتحسبوها مليون في المية دي لو لو واحد عمل له نفخ كده دي لو العكس بقى لو العكس كتتحسبت راكل الجزاء والناس جريت وعملت القصة وكل حاجة عمله كده بس يعني لو الكرة دي العكس ومثلا أيمن أشرف زي خالد أمر وعمل له يا خالد وقع وخالد وقع كتحسب تراكل الجزاء عن ندي الأهل بالنفخ جماعة مش كده خلينا خلينا نتكلم عن التحكيم وعن نفسي أقول والله بسم الله ما شاء الله النهاردة المطش كويس جدا عندنا ما عندناش أخطاء الأمور ماشي عندنا أخطاء بسيطة الأمور ماشي كويس اللي تحكم لي يعني أو اللي تحسب علي شبه اللي تحسب على الفرق الأخرى العدالة واضحة النادي الأهلي لو جات له عدالة تحكمية إن شاء الله هنكسب كل حاجة والله حتى في ظل هذا الإرهاق الكبير اللي حضراتكم سمعينه وشايفينه من معظم لعابة النادي الأهلي هتعرفوا أن الكلام اللي بيتقال ده في قصة الإرهاق هو كلام حقيقي مية في المية ما بنقولوشه خلاص حتى فيتوريا قال كده رجل اللي لسه جاي عايزين بس توضيح من اتحاد كرة القدم إزاي لجنة التطوير الحكام هتشتغل برئاسة كلاتنبرج وشكل التعاون هيبقى ازاي يعني لأن الكابتن عصام يكمل وبلغ أن هو الأستاذ جمال العلام أن هو موافق أن هو يكمل بالمناسبة يعني طيب كابتن عصام هيبقى ماشي مع كلاتنبرج كده وقفلين البدلة وماشيين وبيتكلموا مع بعض في مستقبل تطوير التحكيم صح طيب هو كلاتنبرج حد قاله ولا لسه أعتقد أن حد قاله أن الكلام اللي قاله كابتن عصام فهل حتبقى النفوس صفية موضوع جماعة مش أسماء ولا مجرد كلام أنا يهمني أشوف خطة حقيقية وتغيير في مستوى الحكام للأفضل بعد الأخطاء اللي احنا بنشوفها كل مباراة كل مباراة وبتحصل مع النادي الأهلي أي فرقة النادي الأهلي لابس تشيرت الأحمر وعليه العلم هنا تلاقيته احسب أو ما تحسبش زي ما شفته يا ريت اتحاد الكرة يطلع يوضح لنا كلاتنبرج وكابتن عصام هيعملوا ايه مع بعض هشتغلوا ازاي مع بعض وننتظر نتيجة عملية للتطوير ما عرفش اللي هتبقى يمتى لكن أتمنى ان هي تبقى في أسرع فرصة وخصوصا ان كلاتنبرج عقده سنة واحدة